اشتركوا في القناة احدى محطات الكهرباء الرئيسية الموجودة في جنوب لبنان بهذه الطريقة وهذا ما جرى لهذه المحطة أضرار بالغة للغاية طالت هذه المحطة للطاقة الكهربائية بصورة أخرى وبشكل آخر اسرائيل قامت باستهداف هذه المحطة بالمدفعية تحديدا وهذه هي المحطة الكهربائية لمنطقة مرجعيون في جنوب لبنان هنا والتي تزود مرجعيون وجديدة مرجعيون بالطاقة الكهربائية بالإضافة إلى مناطق أخرى مهمة مثل الخيام وكذلك قرى العرقوب الممتدة إلى شبعاء إلى الحدود مع مرتفعات الجولان وكذلك إلى سوريا وكذلك هي تزود محطات ضخ المياه الموجودة والقريبة من هذه المنطقة والطاقة الكهربائية يعني أن هذه المحطة الكهربائية مهمة للغاية أيضا على مستوى المياه الذي جرى أن إسرائيل قامت باستهداف هذه المحطة بالقذائف المدفعية بخمسة عشر قذيفة ثلاثة من هذه القذائف لم تنفجر ولكن اثنى عشر قذيفة من هذه القذائف تمكنت من ضرب هذه المحطة وتدميرها ومما أدى في نهاية المطاف إلى خروجها عن الخدمة تماما مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في مرجعيون وجديدة مرجعيون والخيام وقرى العرقوب التي تحدثنا عنها وقرى أخرى تمدها بالطاقة الكهربائية وأخرجت أيضا محطات ضخ المياه الموجودة في تلك المنطقة عن الخدمة مما أدى أيضا إلى انقطاع المياه بالتالي قطع كام لئة الكهرباء والماء في الجنوب اللبناني وهذه المرة الأولى التي تقوم بها إسرائيل بمثل هذا الاستهداف باتجاه محطات للطاقة للكهرباء والمياه بهذه الطريقة منذ أكتوبر العام الماضي حتى يومنا هذا في تصعيد خطير للغاية لما ممكن أن يكون قادما باتجاه الجنوب اللبناني وباستهدافها للمحطات الكهربائية أو محطات الطاقة بشكل عام واضح أن إسرائيل تريد أن تحقق مسألتين مهمتين هي أن تجعل مسببات الحياة صعبة للغاية على ما تبقى أو من تبقى من المواطنين اللبنانيين في الجنوب اللبناني مما سيبعدهم في نهاية المطاف وسيضطرون للانسحاب إلى المناطق خلف النهر الليطاني لأن هذه المنطقة هي منطقة عمليات محتملة بالنسبة لجانب الإسرائيلي والأهم من ذلك هو خنق عناصر حزب الله اللبناني كما تحدثنا في البداية والضغط عليهم كثيرا بأن لا ماء ولا كهرباء ببساطة وهذا لن يضغط على عناصر حزب الله اللبناني فوق سطح الأرض فقط وإنما أيضا على مستوى الأنفاق وخاصة أن هذه الأنفاق كما هو معروف هي مستقلة على مستوى المولدات الكهربائية فيها خزين للغذاء والاستلاح وغيرها وخزين كذلك للوقود وهو الذي يعتبر نقطة مهمة لتشغيل هذه المولدات لتوفير الطاقة الكهربائية في الأنفاق وبالتالي من الممكن أيضا لإسرائيل أن تندفع لضرب أيضا مخازن أو المستودعات الخاصة بالطاقة أيضا وليس فقط للطاقة الكهربائية وغيرها وأنما ضرب أيضا مصادر الوقود كما فعلوا تحديدا في قطاع غزة وطبعا هنا سيكون حزب الله أمام مرحلة استنزاف خطيرة للغاية للخزين الخاص به وأن استنزف الوقود الذي يمتلكه سيعني بأن مولدات الطاقة الكهربائية لن تتمكن من العمل مع الوقت ومع بدء العمليات والاستنزاف بهذه الطريقة لا كهرباء على سطح الأرض ممكن لإسرائيل أن تندفع لضرب حتى الألواح للطاقة الشمسية وهو الذي سيؤدي في نهاية المطاف لهذه المولدات لا تعمل وبالتالي لا أكسجين للمقاتلين لحزب الله في الأنفاق وهو الذي سيدفع المقاتلين في نهاية المطاف أن يظهروا على سطح الأرض بسبب أن نسب الأكسجين ستنخفض وبالتالي يصبحون أهدافا سهلة للجانب الإسرائيلي مما يسهل بشكل أكبر العملية التي يبحثون عنها وواضح جدا هنا أن إسرائيل لا زالت تعدى الأرض بشكل مستمر وبشكل يومي للتقدم باتجاه جنوب اللبناني من خلال الآن الدخول في مرحلة ضرب نقاط الطاقة وإسرائيل تقوم بالعديد من المناورات العديد من الألوية والكتائب الخاصة بها تقوم بالمناورات في هذه المنطقة بشكل مستمر لا بل أنهم بدأوا بزيادة عدد بطاريات القبة الحديدية الإسرائيلية في شمال إسرائيل وذلك للاستعداد لردة الفعل القادمة من حزب الله اللبناني عندما يبدأ بالتقدم باتجاه جنوب لبنان لأن ردة الفعل ستكون صاروخية كبيرة للغاية مع الخزينة الصاروخية الهائل الذي يمتركه حزب الله اللبناني بالتالي تريد إسرائيل أن تكون مستعدة لمثل هذا السيناريو وواحدة من المصادر التي أكدت مسألة نقل هذه البطاريات للقبة الحديدية هو Open Source Intel الذي نشر في 24 ساعتنا الماضية هذه الصورة لبطاريات القبة الحديدية وأكد بأنها تتجه إلى شمال إسرائيل كذلك وزارة الدفاع الإسرائيلية نشرت هذه اللقطات لقيادة المنطقة الشمالية الإسرائيلية وهي تقوم بمناورات حية وسريعة ومفاجئة لللواء الخامس الإسرائيلي في شمال إسرائيل يقومون بمحاكاة عمليات برية يقومون بها في جنوب لبنان وذلك من أجل الاستعداد لعملية مفاجئة وقرار مفاجئ إسرائيلي بالتقدم باتجاه حزب الله اللبناني كذلك كتائب الاحتياط الموجودة أيضا في شمال إسرائيل تستعد أيضا للقيام بعمليات دفاعية في حالة قام حزب الله بأي هجوم مباغت على العمق الإسرائيلي لمحاولة إفشال أو استنزاف إسرائيل أو إفشال الهجوم الإسرائيلي على جنوب لبنان وإسرائيل تبدو الآن مستعدة بشكل أكبر للقيام بمثل هذه العملية خاصة وأنهم استهدفوا العديد من القيادات المهمة بحسب إحصائية نشرها معهد ألمى الإسرائيلي أكد بأن إسرائيل تمكنت من قتل ما يقارب الأربعين بالمئة من الوحدات الجغرافية في جنوب لبنان أتحدث هنا عن الوحدات العسكرية إن كانت الوحدات الصاروخية أو الألوية القيادات العليا لهذه الوحدات تمكنت إسرائيل من اختيالهم أربعين بالمئة منهم وكذلك ثمانية وعشرين فاصل ستة بالمئة من وحدات أو قوات الرضوان ألا وهي قوات النخبة في حزب الله اللبناني تمكنت إسرائيل من قتل قياداتهم من ضمنهم وسيم طويل أو وسام الطويل الذي هو طبعا أحد القيادات المهمة في قوات الرضوان والتي قالت إسرائيل بأنه في حقيقة الأمر هو قائد وحدة الرضوان الخاصة بحزب الله اللبناني بالتالي بهذه الإحصائيات هنا ترى تماما أن إسرائيل تريد بعثرة الأوراق أو بعثرة أوراق القيادة الخاصة بحزب الله اللبناني على المستوى البري تتغير القيادة تتغير الخطط تتغير الخبرة مما يسهل الأمور مرة أخرى على الجانب الإسرائيلي للقيام بهذه العمليات كذلك أن هناك أمور غامضة تجري فيما يتعلق بالبنى التحتية المرتبطة بالغاز وكذلك الوقود في لبنان إلى شمال لبنان على سبيل المثال نشرت كان العبرية وكذلك الجروزلوم بوست هذه اللقطات التي أكدت من خلالها بأنها مستودع لتخزين الغاز إلى شمال لبنان مع الحدود مع سوريا انفجر بهذه الطريقة وليس واضحا إذا ما كان هذا الانفجار تقف خلفه إسرائيل تحديدا ولكن هو حادث قد تم متزامنا مع الضربة الإسرائيلية التي نتحدث عنها باتجاه محطة مرجعيون للطاقة الكهربائية لكن حزب الله اللبناني رغم كل هذه الضغوط التي يتعرض لها إلا أنه لم يستسلم ولم يخضع للضغوط وأنما اليوم على سبيل المثال قام بهجوم صاروخي باتجاه الجليل الأعلى واستهدف كريات شمونة كما تلاحظون التي تسبب في الكثير من الضرر لهذه المدينة الإسرائيلية التي تعرضت للكثير طبعا من الحرائق جراء هجماتهم هاجموها وكذلك هم يزيدون من عملية هجماتهم على العنق الإسرائيلي بمسافة خمس كيلومترات أو أكثر مرة أخرى معهد ألم الإسرائيلي هو الذي نشر هذه الأحصائية كلما ضغطت إسرائيل وقتلت قياديا مهما لدى حزب الله اللبناني زاد حزب الله اللبناني من استهدافاته على عمق خمسة كيلومترات وأكثر من خمسة كيلومترات في العمق الإسرائيلي تلاحظ كيف أنها تصاعدت في عملية الاستهدافات ووصلنا إلى الشهر الماضي إلى يونيو وصلنا إلى أعلى مستوى من الضربات الصاروخية على عمق خمسة كيلومتر أو أكثر من ما يوضح أن حزب الله ليس لديه طريق للتراجع نهائيا وكذلك أيضا لا بد من الانتباه هناك تقديرات إسرائيلية نشرتها الفوربس في يناير من هذا العام كانت قد أكدت بأن الأنفاق الخاصة بحزب الله هي أكثر تعقيدا من الأنفاق التي واجهتها إسرائيل في قطاع غزة والتي لا زال تواجهها حتى هذه اللحظة هي معقدة على مستوى العمق على مستوى التضاريس وكذلك هي تمتد للمئات من الكيلومترات كما تلاحظون وكما هو مذكور في الفوربس بالتالي هذه معركة ليست بالسهلة بالنسبة للجانب الإسرائيلي عندما يواجه حزب الله كذلك حزب الله يراهن على الحروب الطويلة هو يراهن على مسألة أن إيران تدعمه الفصائل العراقية الفصائل السورية جماعة الحوثي إسرائيل عبارة عن جيش نظامي بينما هذه عناصر غير نظامية أو قوات غير نظامية تجيد حرب العصابات وبالتالي حرب العصابات وحرب الشوارع هي مسألة عادة تطيل الحرب بشكل كبير للغاية وبالتالي يستنزفون إسرائيل وإسرائيل لا تحب أبدا الحروب الطويلة وهذا ما تراهن عليه حزب الله أو يراهن عليه حزب الله اللبناني خاصة وأنها تلاحظ بأن إسرائيل لديها مشاكل مثلا في ميناء إيلات ميناء إيلات الآن أعلن عن إفلاسه في الـ 72 ساعة الماضية بسبب أن جماعة الحوثي تهاجم بشكل كبير البحر الأحمر وخليج عدن ووضيق باب المندب وفرضت حصارة واضحة للغاية وهذا الميناء أعلن بأنه أفلس وبأنه سيغلق تماما سيتوقف تماما عن العمل إذا لم تقم الحكومة الإسرائيلية بدعمه بالمال وبالتالي هناك مشكلة استنزاف كبيرة هنا تواجهها إسرائيل كما هو واضح وكذلك أيضا أن حزب الله يعلن تماما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامي نتنياهو لن يفعل شيئا الآن حتى زيارته للولايات المتحدة الأمريكية وهم يعلمون بأن هذا الرجل كما تحدثت المصادر في الـ 24 ساعة الماضية بأنه سيلتقي في الثاني والعشرين من يوليو ببايدن وفي الرابع والعشرين من يوليو سيكون في كلمة أمام الكونغرس الأمريكي بالتالي وسيلتقي بايدن قبل كلمته المرتقبة مع الكونغرس الأمريكي ويعلمون أن بايدن سيضغط على نتنياهو لكي لا يذهب باتجاه المعركة في جنوب لبنان وأن يكتفي بما قام به في قطاع غزة وأيضا أن المفاوضات كما تحدثت جريدة الأخبار التابعة لحزب الله اللبناني بأن المفاوضات مستمرة رغم الضغط الإسرائيلي على جنوب لبنان استمرارهم باستهداف القيادات الخاصة بحركة حماس وكتائب القسام مثل محمد الضيف وغيرهم من هذه العناصر إلا أن المفاوضات لا زالت مستمرة ومن الممكن لأي إيقاف إطلاق نار في قطاع غزة يعني إيقاف إطلاق النار في جنوب لبنان وبالتالي تفادي هذه الحرب بأكملها وهذا هو السيناريو الذي يبحث عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن لكن نتنياهو كما تتحدث الكثير من التقارير هو يقف ضد أي عملية تسوية ولديه شروط كبيرة للغاية بأن لا تكون الهدنة سببا في انتهاء الحرب بشكل عام موسيقى موسيقى